كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان طب لما رفع الحية كانت اللي بيبصلها يخف إذا المسيح يجب أن نبصله عشان نخف الحية مرفوعة على راية والرب يسوع مرفوع على الصليم لكي لا يهلق كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبداية إيه بقى العلاقة بين السيد المسيح والحية النحاسية الحية النحاسية هي شكلها زي بالضبط الحية اللي بتجري في الأرض مع فرق إن اللي بتجري في الأرض فيها سم والحية النحاس ما فيها السم يبقى إذا المسيح شابهنا في كل شيء مع ده الخطي شكلنا بالضبط لكن ما فيهوش خطي الإنسان جسده يسري فيه خطيئة آدم الوحيد اللي ما كانش فيه خطيئة آدم هو المسيح ودي زكارها معلمنا بولس في رمية تمانية ثلاثة يقول ما كان النموس عجزاً عنه فيما كان ضعيفاً من الجسد سيب من دي بص الحتة لبعادها الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطي والأجل الخطيئة دي أنا الخطيئة في الجسد يهميني بس كلمة شبه جسد الخطيئ هي دي شرح الحياة النحاسية يعني إيه شبه يعني شكل هل المسيح كان زينا بالضبط ولا شبه يعني خيال يعني جسده مش زينا بالضبط لا هو جسد زينا بالضبط طب ليه قال شبه عشان إحنا جسدنا اسمه جسد الخطيئة وهو الوحيد اللي جسده زينا بس مفوش خطيئ ودي من ضمن البراهين اللي استخدموها الأباء في شرح أن الإنسان ورس خطية آدم لأن إحنا جسدنا اسمه جسد الخطيئ واسمه جسد الموت واسمه جسد الفساد يعني إحنا فيه ثلاث حاجات أخدناهم من الآدم مش اتنين بس الخطيئة والموت والفساد عشان كده الكتاب ذكر ان الجسد اسمه جسد الخطية وجسد الموت لما بولس الرسول قال ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت والجسد اللي فيه الفساد لان احنا جسدنا فيه فساد كل ده جايلنا من فين من جايلنا من ادم صر رب للطبيعة البشرية الخطية والموت والفساد الوحيد بقى اللي جه لا فيه خطية ولا موت ولا فساد هو السيد المسيح ما فيهوش خطية طبعا لانه شبهنا في كل شيء مع ده الخطية وما فيهوش موت لانهو معلوش حكم موت وان كان الجسد اللي واخده من العدرة مريم قابل للموت لكن معلوهوش حكم موت الوحيد من كل ابناء البشر معلوهوش حكم الموت هو السيد المسيح طب الموت مات ليه لانه قبل الموت نيابة عنا فيه فرق كبير بين واحد يموت لانه يستهل يموت او لانه زي بقيت البشر بيجيه لوقته يموت وان المسيح معلوهوش حكم موت يموت ليه فالموت اللي ماته المسيح كان بتاعنا يقول معلمنا اثنسيس الرسولي ان هو كان لازم يموت عوضا عن الجميع طب هو غير قابل غير مات غير قابل للموت اخذ جسدا قابلا للموت عشان يدوء به الموت عوضا عن الجميع اذا هو شبهنا في كل شيء معدى الخطيئة والموت والفساد فهنا ارسل ابنه في شبه جسد الخطيئة معناها ان هو زينا معدى الخطيئة دي بقى فكت الرمز بتاع الحية النحاسية زي الحية اللي في الارض معدى اني مفهاش سم ودي شرحها الاباء وهقرلكم بعض الشروحات اغسطينوس مثلا قديس اغسطينوس قال ما هي الحية المرفوعة انها موت المسيح على الصليب لانه كما جاء الموت بواسطة الحية اللي هي الشيطان وطبعا في قصة سفر العدد الحية اللي بتلدغ وكان ربنا قاصد القصة دي عشان تبقى رمز للمسيح التزمر بتاع الشعب يرمز الى تزمر ادم في الجنة هو ادم تزمر اه طبعا لما ربنا يقول له كل من ده كله معدى الشجرة دي البديهي طب انا عندي مليون شجرة ما جاتش على دي حلوة في عناه وده بالزبط الخيرات التي اعطاها الله لشعبه ولكن في حاجة مضايقاهم انهم لفوا لفة كبيرة عشان يعدوا شعب ادوم طب دي تزعلكم في ايه ربنا اولا مديكم نعمة وحطت لكم سحابة اضغط عليكم وتنور لكم بالليل وجايب لكم اكل وجايب لكم شرب وبيرعاكم وهدومكم لم تبلى وارجولكم لم تتورم واحزيتكم لم تتخرق عايزين ايه اه هو تزمر انت يا ادم عندك مليارات الشجر في الجنة الكبيرة دي ناقص لك شجرة غرس واحد نهاية تاني ان اكل منه فدي اشارة الى ان ادم تزمر او اعترض على التعليمات الالهية فالموت دخل بواسطة الحية اللي كلمت مع حوة وهنا الموت دخل باسرائيليين بسبب الحيات اللذي غادية فقدس اغسطيني سيقول كما جاء الموت بواسطة الحية صار رمزه هو صورة الحية كانت لضغة الحية مميتة اما موت الرب فواهب الحية وكلمة حية جاء من كلمة حية في اللغة العربية وفي العبري وحوة جاء من كلمة حية لاحظ بقى ان الحية اغرت حوة ان هي لما تاكل تحية للابد تبقى قلة لكن للأسف لما اكلت ماتت فالحية تزيفت تزيفت في حوة وفي الحية فجه المسيح عمل العكس انه بالموت اعطانا حية الحية اللي هي رمز للحية مفروض بتحية وبتجري كان فيها سم الموت وموت المسيح كان فيه ترياق الحية اشتركوا في القناة